بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سننهي آخر جزء بارت 8 في شابتر 6 اللوالسلوب ستبليتي من كورس السويل ستبليزيشن الخاص بالمستوى العاشر من قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد هنكمل المثال اللي احنا ابتدناه في البارت السابق عن اتزان الميول باستخدام طريقة الشرايح أو السلايسيز ميسودز لو تذكر في المرة السابقة احنا وصلنا إن أنا عندي ميل عرفنا نرسمه عن طريق الارتفاع وعن طريق قيمة الميل نفسه وبعد كده عن طريق بيتا اي وبيتا بي حددنا المركز ومنه رسمت المنحنة بتاعي ومن المنحنة بتاعي ديت أنا رسمت بسكيل فقدرت اطلع قيمة R الريديس بتاعي وجبت الزاوية الخاصة هنا وكمان جبت مين الطول بتاع الكيرف دوت المرحلة اللي بعد كده قسمت الوج بتاعي اللي خاص بالسويل قسمته لمجموعة شرايح وكل شريحة جبت لها المساحة بتاعتها يعني قسمت المساحات بتاعت كل الشريحة من الشرايح ديت الخطوة اللي بعد كده لازم احدد فين تأثير كل شريحة ديت السي جي بتاعها فين فده عبارة عن تروبيزيوم فكل اللي انت هتعمله ايه هتبتدي تقسم الجزء اللي فوق دوت لتلت اتلات ادي تلت تلت وبتدي اوصل ده بالتلت ده او لو خليناها كبيرة عشان يبقى واضح اهو هتيجي انت تقسمت دي ادي التلت اتلات بتوعك هتروح موصل دي بده وتوصل دي نقطة اللي هنا بده تقاطح هنا في مين في نقطة لو نزلت بالنقطة ديت يبقى هو ده مكان تأثير وزن هذا الوج يعني لو تبص هنا الوجه طبعا ده مسلس فمعروف ان تأثيره بيقفين في التلت والتلتين تلت من ناحية القعدة فده الوزن بتاعي هنا الوجه ده خدت الثلاث اتلات بتوعي وروح تموصل موصل تقاطع في نقطة يبقى ده الوزن بتاعي وده الوزن وهكذا حددت الاوزان بتاعتي من عند الوزن هاخد النقطة ديت واروح موصلها بيه المركز بتاعي عشان اجيب الزاوية دي ليه بجيب الزاوية ديت عشان عايزة حلل الوزن بتاعتي ديت القوتين قوة هنا عبارة عن النورمال بيساوي الوزن في قوزين لو زاوية دي ستين بيبقى دابليو قوزين كام ستين وهنا تبقى دابليو ساين مين ستين وهكذا بقى كل وزن من ده تقدر تحلله للن وي تي مع ملاحظة لما تيجي تبتدي الشرايح هنا لاحظ بص الخط اللي هو اللبني هنا كان مائي للنحية دي خطوط اللبني الناحية التانية مالت الناحية التانية ده معنى ايه ان الوزن هنا هيجي لك القوة هنا النورمال والقوة اللي هنا اللي مالها النورمال فبقى النورمال هنا التنجنشن هنا ماله بيقاوم فعشان كده هناخد القوة تي في الشرايح ديت بالقيمة الايه النيجاتيف يبقى انا ابتدي احط البيانات بتاعتي انا عندي الكسفة بتاعتي واحد وستة وتسعين السي بتاعتي باثنين وتمانية من عشر طن على المتر مربع الثيتا كلها بمية واحد الفاي بخمسة عشرين والرديس طالع نبطة منتاشر وسبعة وربعين الارك بتاعنا حسبناها طلع باثنين وتلاتين وكم وستة وخمسين من مية نبتدي نحدد الشرايح بتاعتي عندي كم شريحة واحد اتنين تلاتة اربعة لحد واحد وعشرين شريحة كل شريحة حسبتلها الاريا الخاصة بيها زي ما تعلمنا في الpart السابق وبعدين الw جبت الاوزان ازاي الوزن بيساوي مين الarea دية هضربها في مين في الكسافة اللي هي بواحد وكام و96 يبقى جبت الاوزان بتاعة كل شريحة والثيتا بتاعة كل واحدة اللي احنا حللناها لو تفتكر كل واحدة لو عندي شريحة كده وجبنا هنا المركز او الw وصلنا من المركز فطلعت لزاوية هنا سيتا كل واحدة لها مين سيتا خاصة بيها فطلعت لها السيتا حلل الان اللي عبارة عن w كوزاين مين سيتا ادي القيم بتاعتها كلها والtw sin سيتا مع ملاحظة خلي بالك من اول الشريحة دية كل القيم بتاعتها مالها قيم نيجاتيف ليه عشان هي تعتبر قوة مالها مش يعني التي بتاعتها اللي احنا حطينها تحت هنا مفروض ان دي قوة مالها قوة بتسبب انهيور لا ده دي بالنيجاتيف ليه عشان هي بتقاوم الانهيار فانا حسبت حطيت النيجاتيف بتاعي وطلعت الان كل واحدة ان تان فاي وجمعت هنا جبت سميشن ان مين تان فاي في الجدول وهنا سميشن مين الت من الجدول ده المسألة خلصت لو الفاكتورو السيفتي بيساوي السي انا عندي السي بتاعت الصائل اللي هي كام اتنين وتمانية من عشرة في الارك اللي هو بكام باتنين وتلاتين وستة وخمسين من مية زائد سميشن ان تان فاي ادي ان تان فاي اهيت وهنا سميشن تي ادي سميشن تي يبقى لو جمعت ده مع ده على سميشن تي يطلعت دي الفاكتورو السيفتي اللي انا محتاجه وكان فيه واحد بس بيسألني تاني بيقولي الارك دي حسبناها ازاي فهنقول تاني انت عندك ده جزء من دايرة وطول الدايرة او المحيط بتاعة الدايرة عبارة عن اتنين باي ار بس الزاوية بتاعتها بكام تلتمية وستين يبقى الارك اللي هنا بيقابل الزاوية اللي هي كام مية وواحد طرفين فواسطين يبقى تقدر تطلع الارك اللي هو طلع اتنين وثلاثين وستة وخمسين من مية يبقى انا طلعت الفاكتورو السيفتي ممكن ابتدي عامل ايه زي ما اتفقنا برضك في المرة اللي فاتت ده على اساس المركز هنا ابتدي اخد مراكز مختلفة يعني هيجيلي سلايسز او هيجيلي سيرفس فليا مختلفة وطلع المينيمم فاكتور أوف سيفتي وبكده يبقى انتهى شابتر سكس من قرس ونراكم ان شاء الله قريبا في شابتر سيفن اللي هو الميثد وفي قرس شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته